رغم موارده المالية والبشرية الهائلة إلا أنه يعاني نياراً اقتصادياً كبيراً ورغم مصادر الثروة المتعددة فيه إلا أن نسبة كبيرة من شعبه يعانون من الفقر والتشرد تناقضات يعيشها العراق قل ما تجدها في بلد آخر الفساد يدب في كل مكان وينخر الاقتصاد الذي يتهاوى منذ 2003 فوزارة المالية تعلن عن عدم كفاية الإرادات الحالية للعراق في مواجهة النفقات الجارية مؤكدة أنه لا خيار أمامها سوى اللجوء إلى القروض في ظل انخفاض أسعار النفط ولجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية النيابية تحذر مما وصفته بانتكاسة في تجهيز المواطنين بالكهرباء في المرحلة المقبلة حكومة الكاظم مستمرة باقتراض الأموال لسد العجز دون توفير البديل عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة الأجنبية مستمرة أيضا والخسائر المالية من جراء عدم مواجهة الفاسدين بلغت أكثر من 250 مليار دولار بحسب تصريح وزير المالية الحالي علي علاوي وديون خارجية وداخلية تخطت حجز 130 مليار دولار في بلد ملفات الفساد فيه ليس لها نهاية البنك الدولي وصف القطاع الخاص في العراق بالمريض وإنه مصاب باللعنة المزدوجة بسبب الفساد الحكومي وكذلك فإن ابتزاز الميليشيات والعشائر للمستثمرين العراقيين والأجانب ومطالبتهم بدفع أموال طائلة كانت وراء تعثر الاستثمار وإيقافه في العراق بحسب موقع المونيتور الأمريكي الذي أشار إلى أن معظم المستثمرين إختاروا الانسحاب من المشاريع وأنه تم تعليق أكثر من ستة آلاف مشروع بين عامي 2008 و2019 كما أشار النائب عن محافظة ديالا مدر الكروي أن هناك فيتو غير معلن تجاه استثمار أكبر حقول الغاز في العراق من قبل القوى الموالية لإيران ما يسمى بورقة الإصلاح الحكومية التي أعلن عنها الكاظمي ضمت الكثير من التنقضات وأغفلت قضايا مهمة تخص أهم الملفات الاقتصادية التي يفترض معالجتها بشكل جذري مثل أزمة الكهرباء والبطالة وكيفية معالجة الديون وغيرها بحسب معهد المجلس الأطلسي الأمريكي للأبحاث التخبط الحكومي في إدارة الدولة في ظل نظام المحصصة الطائفية وسلطة الأحزاب لا سيما الملف الاقتصادي سيقود العراق إلى الإفلاس على الرغم من أنه ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم بحسب وكالة بلومبارغ وباعتراف لجنة النزاهة النيابية فإن العراق لا يدار بنظام مؤسساتي بل الجميع يبحث عن مصالحه ترجمة نانسي قنقر